بالجد التحية لكل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان في كل مرة نقول هذا الامر الحلم اصبح حقيقة وقول خطوات تحقيق الحلم بالفعل كانت من لحظات بسيطة وهو وضع حجر الاساس هنا في ارض الشيخ زايد ديلي النادي الاهلي الشيخ زايد واستاد الاهلي ان شاء الله لا يكون منشأة راضية عظيمة لكن في هذه اللحظات الحقيقة انضم لنا طبعا نقامة كبيرة جدا ادارية ورياضية المهانسة الشامس عيد طبعا وممكن شاهد عيانه وكان صحب اختيار الارض وعلى توقيع العقود 2005 عشان بسعيد طبعا مرحب بك عضو مجل الصدر السابق النادي الاهلي سعداء بوجود حقيقة معنا وليك وحشة كبيرة الحقيقة في القناة النادي الاهلي اهلا وسهلا رحل ليك انا سعيد النهاردة بوجودي في وضع حجر اساس الاستاذ اللي احنا كان بنحلم ان هو يكون موجود الحلم اتحقق الحمد لله اللي هو بدأ من 2005 2005 اختيار الارض اللي قدامك ديت نزلنا كتنا وكابتن حسن الحمدي وكابتن محمود الخطيب واخترنا الارض ديت 2005 تم توقيع العقد مع سيد وزيري اسكان السابق 2005 2009 وانا كنت موجود في مجلس الادارة 2009 اصدرنا القرار الوزاري وكنا نتمنى ان احنا ناخد خطوات زي اللي قدتن نهاردة كابتن محمود الخطيب اللي الحقيقة عمل انجاز تاريخي طبعا بمساعدة فخامة رئيس الجمهورية واجهزة الدولة المختلفة اللي هي ساعدت في ان هي قدت تسهيلات وقدت فاسيليتز لبناء الاستاذ لو لا ده ما كناش هنقدر نعمل حاجة الحقيقة يوم تاريخي بالنسبة لي لان انا كنت شاهد عيان من اول يوم على وجود ارض النادي الاهلي في شيخ زايد اللي هي اتعامل منها المرحلة الاولى فيزوان اللي هي موجودة حاليا وضع حجر اساس لاستاذ النادي الاهلي خطوة كبيرة للمنطقة وخطوة كبيرة للرياضة المصرية لتبنى ان هي في اخر فرصة زي ما قال الكابتن محمود الخطيب التعاقد مع احد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في بناء الاستاذات ويظهر الى النور في القريب العاجل ومرة تانية بشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارة وبشكر السادة المسؤولين واجهزة الدولة وبشكر السادة الرئيس على اهتمامه بالرياضة ودعمه للنادي الاهلي لزور هذا المشروع لنور في اخرى الوقت ان شاء الله الله خليك شكرا كل شكرا والتايد طبعا اليه المهندس الشامس عيد طبعا عضو مجلس ادارة النادي الاهلي اللي سابق على هذه التصريحات الكل فرحان الكل سعيد الكل عنده امل كبير الفترة اللي جاء يكون استاد النادي الاهلي هنا في الشيخ زايد بشكل كبير يسعد مئات الملايين من جمهور النادي الاهلي يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل لنادي الاهلي واستمر النادي الاهلي واعضاءه جمهوره ومجلس ادارته على سعادة مئات الملايين من جمهور النادي الاهلي شكرا جزيلا كريم